أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ست مجازر خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة أصفرت عن استشهاد ستة وخمسين فلسطينيين وإصابة تسعة وثمانين آخرين وأعلنت السلطات الصحية بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى ثلاثة وثلاثين ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين شهيدة وستة وسبعين ألف وستمائة وأربعة وستين مصابا ذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات وأن تواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم ونشدت السلطات الصحية المجتمع الدولي بالعمل على السماح لمرضى السرطان والجرحة والأمراض المختلفة للسفر إلى الخارج للعلاج حفاظا على حياتهم اشتركوا في القناة